السعود البريطاني أمجطها والذي يعرف نفسه في حسابه على تويتر بالرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط كنا قد رصدنا تلفيقه اتهمات ضد أن يسكل مار المحققة الأممية في قضية خاشقجي في الحلقة السابقة يعود إلينا من جديد بمقطع لم نستطع تجاوزه من المفترض أنه لمظاهرات أبناء السودان في بريطانيا المظاهرات الدائمة للمجلس العسكري لانتقالي الحامل الثورة السودانية ضد نظام البشير الإخواني نشاهد الفيديو تظاهر اليوم من السودان متضامنين مع المجلس العسكري يقفون ضد الإخوان المسلمين في السودان كما رأينا وسمعنا كانت أغنية حبوب تيكنداكا وهتفات الثورة حاضرة في الخلفية ولم تظهر أي لافتة واحدة أو جملة حتى عابرة تثبت أن المتظاهرين يدعمون المجلس العسكري السوداني لماذا؟ ببساطة لأن المظاهرة كانت مؤيدة للثورة وتمت الدعوة إليها تزامناً مع مليونية 30 من يونيو في داخل السودان وهو ما تسبب في هجوم حاد من قبل السودانيين وغيرهم على أمجد طهب بسبب تزييفه لحقيقة هذه المظاهرة